إن شاء الله يكون نهائي عربي يجمع بين الأهلي والهلال السعودي تعالى نبدأ كده مع جمهور السادسة نحاول نقرأ معاك المباراة ونحاول نقرأ شكل الريال في المواجهات الأخيرة وطبعا هنتكلم على الغيابات اللي يمكن خلينا أقول لكم كمان التأكيدات النهاردة اللي طالعة من الصحف الأسبانية وسأل عام الأسبانيين وكمان أسانسيو احتمالات الريال عنده بعض الانزاعجات العضلية النهاردة ممكن احتمال أن أسانسيو ما بقاش موجود خلينا نجيب التشكيلة المتوقعة من ماركا وموندو دوبرتيفو هم أجمع نفس التشكيلة اختلفوا في شيء واحد هنقوله وحنا بيتكلم لونين طبعا بعد إصابة تيبو كورت وهو الحارس ناتشو راديجر دخول ألابة وارد إن ألابة يدخل دخول ألابة على حساب ناتشو؟ لا ما هو دخوله هيعمل تغييرات كتير في خط الضهر لأنه ممكن يدخل في سنتر باكا على حساب ناتشو أو يدخل باك شمال في المكان اللي بيلع فيه وكان كامافينجا وكامافينجا هو اللي يدخل مكان شاوميني لكن في الفترة الأخيرة أنتشلوتي مقتنع جدا بالشاوميني مش عشان هو أفضل من كامافينجا لا لأنه بيثبت كامافينجا بيندفع مع الثنائي مودريتشو كروس كمان وارد جدا مفاجأة تتعامل إنه اللي العيب اللي بيمر بأداء جيد في المباريات اللي فاتت هو سي بايوس وارد إنه يدخل كمان في وسط الملعب مع الثلاثي السابت في الخط الأمامي فالفيردي رودريجو فينيسيوس التلاتة وموجودين كان فيه احتمالات إنه أسينسيو يدخل لكن التشكيلة دي بعد ما حس أسينسيو فيه مران أمس ببعض انزعاجات العضلية فوارد جدا إنه ما يكونش موجود ده الشكل الأقرب إنه هيبدأ بيريال مدريد النهاردة إذا لم يدفع بقالابة إذا لم يدفع بقالابة هو ده الشكل اللي يلعب بير راجل المباراة الأربعة تلاتة تلاتة بالشكل ده أربعة تلاتة تلاتة بوجود لعيب مركز ستة أو لعيب اللي واقف قدام خط الدفاع هو تشاوميني الاتنين لعيبة اللي بيعملوا عملية بناء الهجمة في مركز ثمانية هو كروش ومودريتش كالعادة والثلاثي الأمامي طبعا جناح أيصر فينيسيوس جناح عايمن فالفيردي ورودريجو فالفيردي كمان بياليه حيانا بعض الواجبات الدفاعية لما بيندفع كروش للخط الأمامي أو التلت الأخير لملعب المنافس فالفيردي بينزل في وسط الملعب ده الشكل من حيث التشكيل وخلينا نروح بقى نربط ما بين التشكيل وما بين النادي الأخير طب خلينا بالضبط أنا عايز أقف بس مع الجزئة دي سيبك من خط هجومهم وخط النص عندهم لأنه إحنا تقريبا خط نصنا وخط الظهر بتاعنا اللي هيتعامل مع الخطين دول تقريبا متفق عليهم ممكن يبقى فيه بعض التعديلات أو المفاجآت الواردة لكن خلينا أكلمك على تشكيلة خط ظهر الريال بالشكل ده اللي يمكن مفتقدة لمر واحد للانسجام والتجامس يعني الرباعي ده ما ظهرش كتير ويمكن ما ظهرش خالص مع بعضه في مباراة في الموسم الحالي لريال مدريد وبالتالي أنسب خط هجوم لأنه ده بالنسبة لجمهور نادي الأهلي هو مصدر الحيرة التركيبة اللي هيعتمد عليها النادي الأهلي في خط هجومه والمطلوب منهم ناس تراهن عن ناحية البدنية عشان تقدر تتعامل مع قوة ريال مدريد البدنية ناس بتراهن على ناحية الخبرة ناس عندها مواجهات قبل كده مع الريال أو مواجهات من العارة التقيل يعني أو ناس طبعا بتروح لناحية المهارية اللي ممكن تصنع الفارق وتخلي عندك لعيبة قادرين يقفوا على الكرة ويدوك شوية نسبة استحواز التشكيلة دي كامافين جاروديجر ناتشو كاربخال مين الأنسب للتعامل معها من لعيبة خط هجوم النادي الأهلي تتفق مع كل السرد اللي قلته والحيرة اللي قلتها دي حيرة منطقية جدا جدا لأن كل لعيب بتفكر فيه عنده عيوب ومميزات أي لعيب هيلعب في الخط الأمام للنادي الأهلي لكن أنا هنا مش هراين على كل ده أنا براهن دايما على السيستم براهن على مارسي الكولر براهن على حالة الانسجام والسيستم المخلوق داخل فرقات النادي الأهلي ودايما بنحاول نقولها للناس دايما الناس بتشغل بالا بالمواجهات السنائية يعني محمد هنا يلعب على فينيسيوس مين اللي يلعب على روديجر مين اللي يلعب على كامافينجر اللي ما بيلعبش في مكانه اللي هو في الأساس تعيب وسط ملعب ومش أفضل شيء في الباك الشمال أنا براهن دايما على السيستم النادي الأهلي هو بيلعب أوكلند النادي الأهلي بيلعب أوكلند الفريق الضعيف مقارنة بالنادي الأهلي كان بيرجع لأربعة في الخط الخالفي كان الأهلي بيعمل إيه بيدخل محمد هاني إنسايد بيدخل علي معلول إنسايد في الحالة الدفعية لما الأهلي قرر بعد 2-0 أنه يعمل فبقى يعمل إيه عشان يقفل ملعبه تماما ويقفل الأجناب اللي كان مصدر خطورة لأوكلند دخل باربعة إنسايد وحط ورجع الجناحين يفيله فالأهلي فكأنه بيدافع بست فدايما مبراهن على السيستم مين اللي كانوا بيدافعوا في الحالة دي حسين الشحات وإحمد عبدالقادر اللي هما الناس دايما بتعاول إن عندهم بعض المشاكل إجابة مباشرة حسين الشحات أحمد عبدالقادر والمفاجأة أو التريك بالنسبة لي مش هتبقى في دول خارس الناس كلها شغلة بالها بالتلات قالوا ده حسين وإحمد عبدالقادر ومحمد شريف دول الثلاثة اللي يلعب أنا عندي شوية حيرة مش في الجناحين عندي حيرة في الفرود هل شريف ولا تاو؟ في الفرود تاو مش في الجناح لأن الحالة اللي عليها حسين ولما نشرح دلوقتي الدور اللي مفروض حسين يعمله هو ده اللي خلينا راح ناحت حسين مش تاو لكن أنا كمان كنت شايف النتاو هو اللي يكون موجود فراس الحرب فراس الحرب مش في الجناح مش في الجناح فالتريك اللي تتعامل في الماتش مش خالص مش في الخط الأمامي زي ما ناس منتظرة إنها ممكن تتعامل وتتعامل ليه خلي بالك هو مش تغيير أفراد تاني أنا بكلم على السيستم